حبابي طالبت وطالبات الصف الرابع الابتدائي اهلا بكم عامليني يا رب تكونوا بخير. النهاردة هناخد مع بعض. فاهمين يا ولاد? ده مع بعضينا. اه ازاي او كيف يعمل الجهاز العصري? تاني. كيف? الجهاز العصري يعني ايه? يعمل. اول حاجة انا اخدها في الدرس مع بعضينا. يعني يا ولاد فانكشن برافا عليكم. وظيفة الجهاز العصري. يطرق الجهاز العصري اللي في جسمنا او في جسم اي كان. ايه وظيفته? بشوف مع بعضينا. واحد تجميع المعلومات عن الحاجات اللي بتحصل جوا الجسم او برا الجسم. ثم يرسل هذه المعلومات مش فاهمين يا مسا. انت دقت حاجة. الجهاز العصب العصاب اللي في اللي بترسل الحاجة اللي انت دقتها دي خلال العصاب معينة لحد ما توصل المخ. والمخ يقول لك انت دقت ايه? يبقى هو يبقى الجهاز العصب ده بيجمع معلومات زي عملية انت دقت حاجة معينة. شميت حاجة معينة. لمست حاجة معينة. تب شفت حاجة معينة. ده برا الجسم هو مش جوه الجسم. احنا شفنا حاجة. تب شفناها ازاي? دي تعتبر معلومة. الصورة دي بتروح لعينك. وعينك دي بتتجمع. بتجمع الصورة دي على حاجة اسمها الشبكية. الشبكية دي كلها خلايا عصبية. وتوصل الخلايا العصبية دي اللي في الشبكية دي. في حاجة اسمها ريتنا. بتوصل الصورة للمخ. والمخ يقول لك انت شفت ايه? يبقى اول وظيفة للجهاز العصبي. كوليكتينج انفورميشن. عباوت. وطهب تجميع المعلومات عن ماذا هيحدث داخل الجسم واخير الجسم. زين سند. ثم يرسلها. نرسل زينز انفورميشن. هذه المعلومات. الى المخ. اتنين. اندرستاندنج. طبعا انت شاطروا زاكي فهم يعنيه اندرستاندنج. فهم. what this information means? يعني فهم. ماذا تعني هذه المعلومات. يعني هو بيجمع المعلومات. انت دوت حاجة. والحاجة دي خلال الجهاز العصب ووصل للمخ. ومش بيوصل للمخ وبس لا ده المخ بقى يدرك انت دوت ايه? يبقى بيفهم this information means. ماذا تعني هذه المعلومات. يبقى understanding what this information means. اوكي? طبعا انت سمعت معلومة معينة. صاحبك في المدرسة قالك على حل معين لمسألة رياضة. بتسمع الحل وبس ولا بتسمع بتدرك بتفهم. يبقى هنا جهاز العصب بيستقبل المعلومات. يوديها لحد المخ. والمخ في مركز معين. يفهمك المسألة اللي قالك علىها صاحبك. يبقى اه بيجمع المعلومة. وبيفهمك المعلومة. understand what this information means. فهم ماذا تعني هذه المعلومات. تلاتة. according to this information بناء على هذه المعلومة. signal is send. رسالة علامة معينة. ترسل to the body الى الجسم. telling it what to do. يعني مثلا انت سمحت حاجة حواليك. وحست ان الحاجة دي خطر. اوكي? بناء على المعلومة. ها? ممكن الجهازك العصبي. يعمل ايه? يرسل اشارة معينة للجسم. عشان الجسم يستجيب. ويقولك تعمل ايه? تهرب. تجري. فهم? يبقى السجنة اللي هنا معناها اشارة. يبقى بناء على هذه المعلومة. ممكن اشارة معينة تباعت لجسمك. من خلال الجهاز العصبي. ها? تخبر جسمك. what to do. ماذا دفع? يبقى بيجمع معلومات. بيفهم المعلومة دي معناها ايه? بناء على المعلومة. بيبعت رسالة. بيخلي الجسم يستجيب استجابة معينة. اتمنى ان انتو تكونوا فاهمين. دي يا ولاد. دي الفانكشن. off the nervous system. فاهمين? ولا يا حبايب اقول تاني اتمنى تكون الصورة واضحة كده? اوكي. واضحة يا ولاد خلاص? اوكي. طيب. يبقى كده خدنا. طيب في حاجة تاني بقى انا اخدها في الدرس بتاع النهاردة. ها? what rule? ما دور? دو زا. ايه دور الحواس? of living organisms play in processing information. مش انت قال يا مستر. ان احنا دلوقت بناخد معلومات. المعلومات دي اللي جوانا دي المفروض تتفهم وتتعالج. ايه دور الحواس. الحواس دي زي العنان. صح? حسة البصر. زي سكن الجل. اعضاء الحواس. صح? زي مسلا الشام اسميل عن طريق النوز. هل دي الحواس بتاعتنا دي او ليه? الشم والنمس والنظر والتزوج. هل الحواس دي بتاع الكائنات الحية? لها دور في اه معالجة المعلومات? طبعا. مالولة الحواس دي. ها? ما فيها فيها مستقبلات حسية. مش هتبعت المعلومات لمين? للمخ. والمخ مش هيعمل ايه? مش هيعالج المعلومة ويفهمها. يبقى السينسز دي لها دور في معالجة معالجة المعلومات او فيهم المعلومات. ازاي نشوف مع بعض? واحد. the sensory sensory organs. اعضاء الحواس. اعضاء الحس. زي الاي. الارز. سكن. العين. الوزن. الجلب. are responsible for gathering. gathering information. انا هنا نسيت اكتبها لها كلمة information. نقول تاني. يبقى السينسر اورجن. اعضاء الحواس. الاعضاء الحسية. زي العين. والازن. والجلد. مسؤولة عن تجميع المعلومات. انت شفت حاجة دي معلومة. ده حاجة دي معلومة. لمست حاجة دي تعتبر معلومة. يبقى الحواس بتاعتك دي. الاعضاء بتاعتك دي بتاع الحواس. بتجمع المعلومات. تابعوا بعدين. الجهاز العصبي. بتبعت المعلومات دي من اعضاء الحواس. انت دقت حاجة. شمت حاجة. ها? الحاجات دي بتبعث خلال الجهاز العصبي. بيرسلها الى مين? بيرسل المعلومات دي? الى المخ. يرسل الحاجة اللي انت ده ده. الحاجة اللي انت شمتها. الحاجة اللي انت سمعتها. الحاجة اللي انت لمستها. كلها دي اعضاء الحواس. تستقبل المعلومات. ترسلها الى المخ. يبقى بتبعت المعلومات من اعضاء الحواس او اعضاء الحسن الى المخ. من خلال العصاب. بروسيد يعني ايه يا ولاد? يعني تتعالب. يعني تتعالب. اوكي? يبقى الجهاز العصبي بيبعت المعلومات من اعضاء الحواس الى المخ عشان المخ يدرج الحاجة اللي انت ايه المعلومة دي. يدرج الحاجة اللي انت شمتها. اللي انت شفتها. اللي انت سمعتها. اللي انت لمستها زي ما احنا قلنا قبل كده. طيب بدينا مثال يا مصر عشان نفهم اكتر. عناية. ركز في المثال اللي موجود عندكم بالتفصيل في كتاب المعاصر. ولد امور زيك وكده قعد تحت شجرة. في امان الله في الضلة الجميلة وقعد كده في لحظة يدوء زي العسل. طيب وبعدين. هوين انت قاعد اهو? شيربين. شيربين. يعني ايه? شيربين اللي هو صوت العصفير. شيربين. انت قاعد فراحت ويدانك سمعت صوت العصفير. صوت طائر معين. طيب انت سمعته خلاص? ايه اللي ممكن يحصل? اللي انت سمعته ده? الصوت ده ممكن ينتقل خلال الاعصاب الى المخ. يبقى. وده انك تبعت الرسالة من خلال الاعصاب معينة? والشبروسيس اللي بيعالج زي الساوند ويفز. الموجات الصوتية اللي وصلت دي يبدأ يفهمها. يقولك انت سمعت ايه? يا ترى الصوت ده صوت عصفير. صوت مثلا اه لقدر الله اه تعبان. صوت حاجة اه طائر اه مؤذي زي مسلا النسر واللجومة. فهمين? يبقى اول حاجة اول ما تسمع الصوت وده ينجي. send the message to the brain. ترسل رسالة للمخ. طيب الbrain يبدأ يعمل ايه? يبدأ بروسيسز يعالج. ساوند ويفز الموجات الصوتية. يعالجها يعني ايه? يعني يبدأ افهمها. وبعد كده يعمل ايه بقى? زين. زابران. سين. سيجنل تو ده باضي. يبدأ يبعت اشارة. المخ ده يبعت اشارة للجسم. يخل الجسم يتلفت. يمين. شمال. يتحرك. فهمين? يبقى الbrain. send. يرسل. سيجنل اشارة. to the body. to tell it what to do. يبدأ المخ يبعت لك رسالة يقول لك اعمل حاجة الفلانية. عشان انت تتصرف التصرف الفلاني. زي مثلا ايه? turning around. ممكن مثلا جسمك تلف كده. ها? to search for the bird on the tree. يبدأ مسلا جسمك يلف نفسه كده. تلف جسمك كده. عشان تشوف الطائر ده. مين اللي خلي جسمك يتلف? المخ بعت رسالة للجسم. قالك يلا حرك نفسك بطريقة معينة. ها? turning around. تتحرك حواليه نفسك كده. عشان تبدأ تشوف ايه? تشوف الطائر اللي هو ايه? اللي هو عمل الصوت ده. تفهمين? يبقى هنا اولاد اخر مرة. يبقى الاوزن سمعت الصوت. الاير الاير. hearing sound waves from the bird. طب وبعدين ال sound waves دي ترانسيميتد انطقت لمين? للبراين. البراين بروسيسيز استجاب وعالج فهم المعلومة. عرفك ده صوت ايه? وبعد كده يرسل اشارات للجسم عشان يخبره ماذا يفعل? زي مسلا ايه? لو مسلا فجأة ليه مسلا حاجة مؤزية. يخلي المخ يبعت له رسالة يخليه يجري بسرعة. فهمين يا ولاد? وهكذا. نشوف اللي بعد. هنا في ملاحظة بسيطة وسهلة. واتشقار كولد ريفليكس اكشن. في حاجة عندنا لسه نائل عليها الفيديو اللي فات اسمه فعلة. منعكس. فعل ايه? بعض الرسال زي الفعل المعكس. ارسوا فاصل. بتبقى سريع. يعني في حاجات ما ينفعش تدركها. تتم من غير تفكير. حطيت ايدك على شوك بتفكر ان ده شوك وبعد كابة تشيل ايدك? ولا بتشيل ايدك بسرعة? بسرعة. حطيت ايدك على حاجة طلعت سخنة. بتقعد تفكر ديها دي اتين انها سخنة بعد كابة تشيل ايدك? مستحيل تشيل ايدك بسرعة. ده اسمه ريفليكس اكشن. اسمه يا ولاد ريفليكس ايه اكشن. بعض الرسال بتتبعد من و الى المخ اوتوماتيكلي. يعني من غير تفكير. زي ايه? زي السيجنل تبرس. زي التنفس. انا عايز اتنفس. المخ يبعد رسالة المين? لا جهاز التنفسه عشان يشتغل عشان ااخد اكسوجين وكذا. دي بتتم اوتوماتيكلي من غير تفكير. فاهمين يا ولاد? اوكي. اخر حاجة هناخدها مع بعض. اسئلة كده بسيطة بتوضحنا. بتوضح لنا. ازا كنا بقى فاهمين الدرس. وانا واسق انتو شاطرين وعبقرة. هتكون فهمتو. ونجاوب مع بعضينا بسهولة جدا جدا شوية الاسئلة الكمبيلين دي. ها? مع بعضينا. انا اراجلك السؤال واديك فرصة كده اتفكر. بقى احل احل السؤال مع حضرتك. ها? زا يعني مكونات جهاز العصبي. ار ايه? مكونات الجهاز العصبي. نقول تاني. يعني مكونات. يعني جهاز العصبي. ار ايه? مكونات الجهاز العصبي. متصلة مع بعضيها. بقى نوعات. بقى ايه? واتصل مع بعضيها عن طريق نيرفز. يعني نيرفز? الاعصاب. جاي من كلمة نيرفز سيستم. فهمين? طيب. حاول تقرأ السؤال التاني وتجواب عليه. مع نفسك يا لاتفضل. خلاص عرفنا الاولى تشوف التانية بقى. اعضاء الحواس لايه. ايه اعضاء الحس اللي في جسمك زي مين? الاي. لسه واخدنا هناك لو انتم فاكرين. صح? اعضاء الحواس زي مين يا ولاد? زي الاي. وزي الايرز. يبقى ممكن نكتب هنا? ايز. ايز يعني ايه? عينين. ايرز. اوزن. ها? ايه كمان يا ولاد? غير اوزن. ها? فكر معي. اسكن. اسكن يعني ايه? اسكن يعني جلد. يبقى عضاء الحواس زي الايز والايرز والاسكن مسؤولة عن يعني تجيل. تجميع. كلام ده اخدناه الفيديو اللي فات. لسه يا دوبك في الفيديو ده انا اسف. لسه اشرحنه مع بعض. يبقى عضاء الحواس زي الايز والايرز والاسكن مسؤولة عن تجميع المعلومات. اسيبك تفكر في رقم تلاتة. يلا. ها? جهاز العصب. بيرسل يعني خلال. جهاز العصب بيرسل معلومات. خلال ايه? الاعصاب. تو تو ايه? تو براين الى المخ. يبقى الجهاز العصب بيرسل معلومات. ها? خلال الاعصاب الى المخ. نيرفيز و براين. طب اربعة. تجميع المعلومات. about what happened inside and outside the body. تجميع المعلومات عن ماذا يحدث داخل و خارج الجسم. is one of the function. من اللي بيجمع المعلومات داخل و خارج الجسم. عشان اعلاجه وفهمها. جهاز مين? مفيش هلا هو. nervous system. تبقى اللي جابه يا ولاد? nervous system nervous system. nervous system. كده يبقى آآ خلصوا آآ اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا آآ تمنياتوا ليكوا يا ولاد بكل النجاح وكل التوفيق. هو حد يخاف اويا لانتوا شاطرين وممتازين. المهم بس نزاكر اول بول وما نيلاش. ربنا معكم. وقابلكم ان شاء الله الفيديو القادم في كده احنا خلصنا كده وكلها بكل الدروس. الحصة الجاية هناخد مع بعض. تمنياتي ليكوا بكل النجاح والتوفيق. وللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.